السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا العزاء في درس جديد بمسمى اقتصادات جريش اثنين او مدخل ايدي علم الاقتصاد اثنين طبعا الطلاب الذين درسوا معنا اقتصادات جريش اثنين وما محتوى وما هي الامور التي سندرسها اما عن طلاب الجدد فدعونا مع بعضنا نتعرف عن هذه المادة وما هي محتوياتها وماذا سندرس بها في هذا الفصل فلنبدأ سوية اول شي الاقتصادات جريش ايكي هو يدرس الماكرو ايكونومي وما معنى الماكرو ايكونومي هو الاقتصاد الكلي اي يدرس الاقتصاد بشكل كلي على عكس الاقتصاد الجزئي الذي درسناه في الفصل الاول سنبدأ المادة بتعاريف عما ثم سنتكلم عن البويومة وقال قمة النمو والتنمية ثم سنتكلم عن ميلي جالير او حساب الدخل القومي ثم سنتكلم عن الانفلاسيون التضخم وبعدها سنتكلم عن شيء اسمه اشتزلك او البطالة ومنحنة فيليبس ايرسي وما هي علاقته بالبطالة ثم سنتكلم عن الماكرو ايكونومي موديلر اي الموديلات الاقتصادية او المدارس الاقتصادية على مر الزمن وطريقة تعاملها مع المشاكل الاقتصادية ثم سنذهب الى سوق المال وندرس بعض المفاهيم الاساسية في سوق المال برابيس ومنحنايات الاسي ليمي التي سنشرحها لاحقا في الدروس القادمة طيب اول شي دعونا نعرف علم الاقتصاد ماكرو الكلي ماكرو ايكونومي اكتصاد علم الاقتصاد الكلي ما هو هون ايكونومي لا بيربوتني يعني بشكل كلي يعني يدرس الاقتصاد بشكل كلي اي يدرس الاشياء الكبيرة تمام يعني مثل ميلي غالير الدخل القومي ماكرو اكتصاد ميلي غاليرين بليرليجيلارنا اضاق لمكتدر طوبلام تكتم طوبلام دائمان عم نحك عن اشياء كبيرة طوبلام يطرم تكتم وليطرم هي الاستلاك و الاستثمار جبي بيكلكل اللار لا الگنامكتر و تك تك فياتلار دييل لا يدرس الاسعار بشكل اه احادي و انما جنال بزي يعني كمستوى عام للاسعار انجلان مكتدر يدرس الاسعار بشكل عام طيب دعونا نكمل مكرو اكتصاد كونولار اه عنوين الاقتصاد الكلي اول شيء مثل ما حكينا ميلي غالير الدخل القومي بيومة النمو الاقتصادي كالقنما التنمية التنمية الاقتصادي سندرس الفرق بين البيومة والكالقنما في دروس لاحقة ومن لديه فضول يدخل الانترنت ويكتب ما هو الفرق بين النمو والتنمية ليعرف ما هو الفرق بينهما طبعا سنشرحها في وقت لاحق اشتزلك البطالة انفلاسيون التضخم ماليبوليتكلار السياسة المالية فارابوليتكلار السياسة النقدية وعندك دش التجارات فابوليتكلار التجارة الخارجية مثل ما لاحظنا امور كبيرة جدا يدرسها علم الاقتصاد الكلي طيب ما هو اهداف علم الاقتصاد الكلي ما هي اهداف هدف لا اول شيء ايكونومي بيومة النمو الاقتصادي تحقيق النمو الاقتصادي تمام ثم تحقيق اوريتم ارتشي يعني رفع الانتاج اي دولة تسعى لرفع انتاجها ليش لحتى يكون اقتصادها قوي سنشرحها الامور لاحقا حاليا خلونا نركز بس على رؤوس الاقلام اهداف من اهداف الماكرو ايكونومي كمان دراسة البطالة ومن ثم استهدام يا رتما يعني اه يجعل فرص عمل للاشخاص لحتى يقلل من نسبة البطالة طيب فيات استقرارها هذا اه هاي كلمة مهمة كبيرة اه جدا في علم الاقتصاد الكلي واللي هي اه استقرار العملة والاسعار يعني استقرار الاسعار عفون يأتي من استقرار العملة طيب اه من المواضيع التي سندرسها في علم الاقتصاد الكلي ايضا هي اوراتم ارتش يعني رفع اه سوية الانتاج مثل ما حكينا طيب في رفع سوية الانتاج وفي خفض سوية الانتاج وفي دراسة اقتصاد اي دولة يوجد شيء اسمه كونجنكترال دالقالان ما كونجنكترال دالقالان ما كونجنكترال دالقالان ما شو معناها كونجنكترال دالقالان ما هي عبارة عن التواتر او التموج في المنحنة الاقتصادي التواتر او التموج في المنحنة الاقتصادي يعني يدرس المنحنة الاقتصادي في المدى الكبير يعني الطويل والمدى القصير يعني مثل ما قلنا هي التموج في الزيادة أو النقصان في مستوى اقتصاد أي دولة طيب إذا انتقلنا للنقطة الثانية بالأوريتم آرتش أو رفع الانتاج هو عندك شيء اسمه طوبلام شقت طوبلام شقت يعني مجموع المخرجات مخرجات يعني شو معنىها يعني انتاج انت شو مجموع انتاجك شو مجموع مخرجاتك شو عم تربح يعني كم تنتج هذه الدولة من السلع تمام درقن لك هناك مصطلح حلو ومميز في الاقتصاد ولكنه غير إيجابي يعني سلبي اللي هو الدرقن لك اللي هي الكساد الكساد تمام طوبلام أوريتم دشتو بير دنم طوبلام يعني لا يوجد انتاج يوجد كساد اقتصادي تمام طوبلام شقت دزاي بير بريني إزليان إكي يعني بمعنى آخر الاقتصاد إذا حكينا عن الكونجيكترال ضل ضلان ما هي ارتفاع وانخفاض ارتفاع وانخفاض ارتفاع وانخفاض الاقتصاد أما الدرقن لك امتى بيصير الدرقن لك لما يكون في انخفاض في المرحلة الاولى وانخفاض في المرحلة الثانية يوصل الاقتصاد لمرحلة من الكساد الاقتصادي وهذا خطير جدا أي لا يوجد من يشتري هذه السلع وبالتالي يؤدي إلى مشكلة كبيرة في الاقتصاد وفي اقتصاديات بعض الدول دابريسيون هي الانفجار يعني بعد الدرقن لك يجي الدابريسيون الدابريسيون هو يعني خالصين الاقتصاد انهار الانهيار الاقتصادي يعني اذا كان هذا الدرقن لك موجود ومستمر لمدة طويلة شو بيصبح عنه يصبح عنه انهيار اقتصادي لا سمح الله طيب مثل ما حكينا في ارتفاع وانخفاض فالجنش لما لما يكون في ارتفاع التوظيف بزيد تمام؟ لما يكون في انخفاض التوظيف يقل تمام؟ طيب درالما درالما هي النقطة اذا رجعنا رسمنا المنحنة طبعا رح نشوف المنحنة بعد قليل لكن لا بد من رسمه اذا رسمنا هذا المنحنة فالجنش لما هون وهي شو منسميها هاي زروا تمام؟ زروا تمام؟ اما هون فعندك درقن لك او درالما درالما وهاي النقطة شو نسميها ديب نقطة ديب نقطة هي نقطة الانخفاض العلية يعني القصوى نقطة الانخفاض القصوى لدينا ايضا هذا المنحنة يشرح التفاصيل السابقة شوف الجنش لما يكون الاقتصاد داء القرنان ما بهذا الشكل شايفين؟ فعندك جنش لما هون توسع او ارتفاع شايفين الاقتصاد عم يرتفع عم يتوسع عم يوصل لوين يوصل للذروة تمام؟ بعض الاقتصادات توصل للذروة بعد ما توصل للذروة لابد من وجود انهيار لابد من وجود انهيار جزئي وليس انهيار كلي للاقتصاد فمن غير المنطقة ان يكون اقتصاد دائم دائم الارتفاع انما الاقتصاد يكون متموج فيأتي شيء اسمه الدرغون لوك او الاضيق الدرالمة الدرغون لوك الكساد تمام؟ يبقى الكساد مستمرا حتى يصل الى الدب نقطة الدب نقطة النقطة القصوى الدنيا تمام؟ ثم يرجع ويعود الى القنشلمة وهكذا نسمي هذا المنحنة دالقالان ما يعني طيب مثل ما اننا شايفين بالشكل هذا الشكل يمثل عنا الاقتصاد اقتصاد مين؟ اقتصاد الامريكا اقتصاد امريكا كيف يقاس الاقتصاد؟ يقاس الاقتصاد بالدخل القومي الغير صافي الغير صافي يرتكي هاصلات غير صافي يرتكي هاصلات يعني دخل الدولة غير الصافي طيب زي ملاحظين هون في بيرنجي دنيا صواشر شوف في ارتفاع بالاقتصاد ثم انهيار باصل لهذه النقطة في امريكا طيب هون في شي اسمه بيوك بوهران بيوك بوهران او الانفجار الكبير ما يسمى هذا ازمة النفط سنتكلم عنها لاحقا بالتفصيل لكن شوفوا انهيار امريكا الكبير في عام 1902 او 1929 او 30 في هاي الاثناء ثم عندك الحرب العالمية الثانية شوفوا الارتفاع بالاقتصاد لما وصل لحرب العالمية الثانية رجع صار في شوف صار في انخفار وهكذا مثل ما لاحظنا شفنا كيف انقيس اقتصاد اي دولة وكيف انقيم هذا الاقتصاد طيب منتقل لمصطلح جديد وهو الاشتزلك اللي هو البطالة ومن منا لا يعرف البطالة وفرص العمل والتسجيل ويوجد ونحتاج الى موظف واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ويبقى الانسان بلا عمل ليش خلينا ندرس البطالة ونعرف شو هي اسبابها وشو هي مسبباتها داخل هذه المادة وخلينا ناخد لمحة حاليا عنها لمحة بسيطة اشتزلك ارانا اشكو جنون تالشميان يزدسة يعني هون نسبة البطالة كيف تنحسب تنحسب حسب عدد العمال الذين لا يعملوا عدد العمال الذين لا يعملوا طبعا ليهم شروط اللي هو لازم يكون عنده قدرة على العمل لازم يكون راغب بالعمل ولازم يكون بحث عن عمل ولم يجد وانما اللي بارك ببيت ولا عم يبحث عن عمل وليس لديه قدرة على العمل هذا لا يسمى عاطل عن العمل انما هذا غير داخل في التصنيف طيب تمال سرو ندن اشتزلك يعني عندنا سؤال اساسي ليش في بطالة اشتزلك صادجة يعني البطالة ليست فقط هي مشكلة اقتصادية انما مشكلة اجتماعية ايضا اشتزلك طوبلوم ده سوسيال مالية لا يقول اش متقدر يعني دائما في المجتمع هناك شيء اسمه يعني التكاليف الاجتماعية التكلفة الاجتماعية فهي التكلفة الاجتماعية ناتجة عن الاشتزلك شو معنى التكلفة الاجتماعية يعني خلينا نضرب مثال نشرحها بشكل بسيط كل شيء له تكلفة والبطالة لها تكلفة خطيرة جدا اللي هي ايلاقي تشي شدت يعني العنف داخل العائلة الواحدة لما رب المنزل يكون ما عنده عمل يسعى وراء التفشش في افراد العائلة فشو بيصير بيصير عنف داخل العائلة مادة بغم لغلو ممكن يصير يتعاطى الدخان او يتعاطى المخدرات لا سمح الله ممكن يروح يسرق تمام ممكن يرتكب جريمة ليش لانه هو في ضائقة مالية ممكن يصير في عنده نقص تغذية ليش لانه ما عم يشتري الطعام الكافي اي تمدان وزاق لاش ما ممكن يبطل من المدرسة ليش لحتى يحسن يأمن لقمة عيشه تمام فاذا انتقلنا لمصطلح جديد من المصطلحات وهو الانفلاسيون والديفلاسيون اللي هو التضخم وعكس التضخم نسمع بالتضخم كثيرا وماذا يعني التضخم بشكل مختصر التضخم هو ارتفاع في الاسعار العامة يعني داخل السوق كل الاسعار مرتفعة ومرتفعة بشكل مستمر فهذا ما يسمى التضخم الاقتصادي اللي احيانا تعيش الدولة في بعض المراحل تصل فيها مستويات التضخم الى اكثر من خمسين في المائة او الى اكثر من مائة في المائة اثناء الانهيار الاقتصادي طيب هبران انفلاسيون هذا نوع خطير من نوع انواع التضخم هو يسمى بمعنى اخر انه مباشرة بينزل اه بيرتفع سعر السلعة مائة بالمائة فهذا شو نسمى هبران انفلاسيون ديفلاسيون عكس التضخم التضخم شو؟ ارتفاع الاسعار ديفلاسيون انخفاض الاسعار وانخفاض الاسعار ايضا مشكلة احيانا يقول لك خليها تنخفض الاسعار ما عليش؟ لا انخفاض الاسعار ايضا مشكلة ليش؟ لانه احيانا يكون المزارع عم يزرع بمالية كبيرة يعني بتكلفة كبيرة وبيجي لا حتى يبيع سلعته يبيعها بسعر منخفض فهذا يؤدي الى خسارته يؤدي الى انهيار قطاع الزراعي وبالتالي قطاع الزراعي هو المسؤول عن المجتمع بشكل كامل وبالتالي ينهار مجتمع كامل من وراء شو؟ انخفاض الاسعار ايضا فانخفاض الاسعار ايضا مشكلة طيب اذا حكينا عن ممثلين الاقتصاد بلمحة بسيطة في نهاية هذا الدرس منهم ممثلي الاقتصاد اول شي هانهوق يعني المجتمع او الاشخاص تمام؟ مجتمع الاشخاص شو يعملوا؟ يستهلكوا او تصرف شو تصرف؟ تخزين او الادخار يعني انت عندك مئة ليرة يا اما بتستهلكها يا اما بتخبيها واحدة منهم يا اما بتستهلك خمسين وتخبي خمسين طيب الجزء الثاني من الاقتصاد هو الفيرملار اللي هي الشركات طيب الشركة شو هو دورها؟ دورها اورتم انتاج او يطرن استثمار تمام؟ يا اما تستثمار يا اما تنتج عندك الدولة الدولة شو بتعمل؟ في الاقتصاد بافوندنات لمة يعني تقييم او مراقبة دزان لمة يعني تصحيح تصحيح تمام؟ تصحيح بعض المفاهيم وتضع بعض القوانين لكثير من الامور الاقتصادية عندك شيء اسمه العالم الخارجي يعني خارج الدولة واللي هو يتعلق به الادهالات والاهراجات اللي هي الصادرات وال و الريدات تمام؟ طيب خلينا اخر شيء نحكي عن شيء اسمه دونقس هال أقوم شماس واللي هي طريقة الدائرة الاقتصادية اللي يعتمد عليها علم الاقتصاد الكلي شو هي دائرة هذا الاقتصاد كيف يفطل هذا الاقتصاد بين اللي حكينا عنهم قبل شوي مكونات الاقتصاد عنا مفهومين أساسين لهن الأقوم يعني التدفق التدفق وهو كل ما يدفع من قبل عناصر الاقتصاد التي ذكرناها سابقا ترانسفير التحويل شو معنى التحويل؟ هذا الذي يدفع أو هذا الذي يخرج من هاي العناصر الاقتصادية ينتقل من عصر إلى آخر وما يسمى بالتحويل طيب إذا نظرنا إلى هذه الصورة الجميلة نجد أول شيء هون هنا هالك الأشخاص المجتمع هون الحكومة وهون الشركات بالإضافة إلى العالم الخارجي فشوف الشركات تعطي للدولة ضرائق وتعطي للمجتمع شو بتعطي للمجتمع؟ تعطي أجرة للعمال تعطي فائدة لمصاري تعطي ربح للمشارك في الإنتاج وتعطي كرة لصاحب المنشأة يعني كرة شو معنىها؟ معنىها أجار وشو بتاخد مقابل الضرائق بتاخد مال بهزمة الملارة تاخد من الحكومة أموال تاخد من الحكومة موافقة تمام؟ هون الحكومة شو بتعطي للأشخاص؟ بتعطيهم كمان نفس الشيء أجرة الموظفين يعطوهم راتب فائز فائدة للتحويلات وأداملار يعني التشويقات اللي بتعطيها الدولة وتاخد بنفس الوقت ضرائق من الأشخاص اللي عم يشتولوا طيب وبنفس الوقت في عندك إدهالات اللي هي الواردات وعندك إهراجات اللي هي صادرات تمام؟ فأنت لما اتدخل المال شو بتطلع؟ بتطلع مصاري لمين؟ للعالم الخارجي ولما اتطلع مصاري شو بتدخل؟ بتدخل المال فبالتالي عندك شيء اسمه كمان إهراجات هو الصادرات تمام؟ فهذا هو الدورة الأساسية للاقتصاد داخل أي دولة من الدول في العالم إلى هنا أصدقائي ينتهي درسنا لهذا اليوم أن نلقاكم في دروس لاحقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة